عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وفي مستهل الاجتماع أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة آليات تشغيل وإدارة وصيانة تلك المنظومة تنفيذ لتوجهات الرأيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن مشيرا إلى ضرورة استكمال إنشاء هذه المنظومة وبتعميمها على مستوى الجمهورية من خلال ربط جميع المرافق الحيوية بما يحقق أهداف الجاهزية لحالات الطوارئ والحفاظ على السلامة العامة